ونبقى في غزة وينضم إلينا منها أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية في القطاع سيد أمجد كيف ساهم الصندوق السعودي للتنمية في إزالة آثار الحرب الإسرائيلية على غزة سيامة في مجالات إعادة بناء المنازل المهدمة يعني بلا شك ما يقوم به صندوق التنمية للسعودي هو بالغ الأهمية وهو محل تقدير من أبناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة أبناء شعبنا الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي في عام 2014 وما قبله وأيضا من يحتاجون إلى المساعدة في موضوع المأوى ولا بد من الإشارة أن هذه المشاريع التي تنفذ هي بالغة الأهمية وبخاصة في الظل طالما تحدثتم عن المناخ نحن نتحدث أيضا اليوم هناك أسر لازلت تفترش السماء في قطاع غزة أكثر من 1600 أسرى لازلت تنتظر إعادة بناء منازلها وهذه الخطوة السعودية اليوم بعشر مليون دولار ستساهم في عمار عدد مهم من البيوت التي انتظرت أكثر من أربع سنوات حتى يتم إعادة بناء منازلها وأن تجد المأوى المناسب والكريم لها في ظل للأسف الشديد بطء عملية الإعمار بشكل كبير جدا أيضا القطاعات التي ستهدفها صندوق التنمية للسعودي في قطاع غزة من بناء تحتية هي مهمة وبلغت الحاجة إليها فبالتالي ما ننتظر أيضا من السعودية ومن باقي الممولين وبخاصة من الأشقال العرب أن يستمروا في دعم البناء التحتية في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي وتدعيات العدوان هناك بناء تحتية مدمرة ومهترئة للأسف الشديد معلوم طبيعي في السعادة للسكان هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني على بناء تحتية مدمرة سواء على صعيد الصحة أو التعليم أو غيرها من قطاع المياه وهو قطاع بلغ الأهمية عندما نتحدث عن تقرير الأمم التحدة غزة 2020 أن هنا يكون مكان مناسب للعيش في حال ما استمر فقدان مقاومات الحياة الكريمة في قطاع غزة وبخاصة قطاع المياه طيب شكرا سيد شكرا أشكرك بشدة العاش الوضع في قطاع أعتذر عن المقاطعة وأشكرك بشدة سيد أمجد الشوام مدير شبكة المنظمات الاهلية في القطاع شكرا